بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ان شاء الله بس قويت بسيط من ثلاث مكونات بس وهي الزبدة والسكر والديق عندنا لأول كوباية وربع زبدة بدرجة حرارة المطبخ نضربها حوالي دقيقة بعد كده هنضيف نص كوباية سكر بودر وهنكمل ضربة بالمضرب الكهرباء لحد ما قاوم يبقى معنا زي الكريمة وبعد ما ضربنا زبدة والسكر كويس حوالي خمس دقيقة هنضيف عليهم كوبايتين اللي ربع دقيقة وهنقلب كويس وبعد ما هنقلبها تبقى العجنة مفرولة معنا خفيف بالشكل ده بعد كده عندنا صاج مياس تلاتين في تلاتين فرشين في ورق زبدة وهنتهنه خفيف جدا بالزيت بعد كده هنفرد العجنة في الصاج وهندغط عليها كويس بأيدينا بحس تملأ الصاج وتاخد شكله وهنسخن الفرن على درجة حرارة مية وتمانين وهندخلها على الراف الأوسط وخلاص كده البسكويت استوى معنا وياخد معنا في الفرن من تلاتين لخمسة وتلاتين دقيقة وهنقطعه هو السخن لمربعات متساوية بسكينة حمية ونخلي بلا ان لازم نقطعه هو السخن عشان هو لسه طالع من الفرن بيكون طري شوية وسهل ان احنا نقطعه وخلاص كده البسكويت بقى جاهز معنا جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا ترجمة نانسي قنقر